تتهمت قضية أمريكية محامي دونالد ترامب بمحاولة منع نشر أدلات جديدة قد تضر بقضية تقويض انتخابات 2020 ضد الرئيس السابق قبل انتخابات الخامس من نوفمبر هذا واعترض جون لاورو محامي ترامب على اقتراح من ممثلي الإدعاء بتقديم تفاصيل على أدلتهم دافعين بأن القضية تقع ضمن قرار المحكمة العليا الأمريكية مفاده أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية